سالي شوفي مين عالباب ماما هاي أنتي ليلة جارتنا ليلة؟ طب افتحي افتحي هيني جاي مرحبا سالي كيف حالك حبيبتي؟ نيحة أنتي وين انصاف؟ ليش ما جبتيها معك؟ انصاف؟ شوي مشغولة حبيبتي يا ميت أهلا وسهلا بجارتنا تفضلي تفضلي الله يزيد فضلك حبيبتي سالي روحي جيبي عصير بسرعة لا لا ما تغلبي حالك جارتي أنا لازم أطلع بس إيجيت أجيب لكم كرت حفلة انصاف بإيدي ها؟ ضروري ضروري نشوفكم كرت عرس؟ آه يعني بنتي انصاف إجاها النصيب وإن شاء الله عرسها الخميس الجاي انصاف؟ بس يا ليلة انصاف لسه صغيرة ما كملت الستعش طبعا ليلة خليها تكمل درستها بالأول ما هو العريس شافها بعرس أختها سهة السنة الماضية وعجبته كتير كتير وعدنا إنه يشيلها عقفو في الراحة يا ليلة سهة جوستوها قبل ما تخلص مدرسة وهلأ انصاف كمان حرام بناتك لسه صغار بعرف بس ما انت شايفي وضعنا أبوهم قاعد بالبيت ما بشتغل وخايف على البنات آه بعدين ما شاء الله عنا خمسة مسئولية كبيرة تفضلي أنتي هذا العصير أنا عملته يسلموا حبيبتي أكيد طيب كتير دايمة ليش مستعجلة طب كم لي عصيرك لازم أطلع علي شغل كتير بنشوفكم يوم الخميس إن شاء الله إن شاء الله سند سالي نكفي لعب بلاش توقعوا إشي هلأ ماما ما علش أجيب هاي؟ روحي جيبي الحجم الأصغر أم سند معقول شو الدنيا صغيرة أهلا أهلا أم نضال كيفك؟ كيف ابن عمي أبو سند وكيف لولاد؟ جبت هذا مين هاي الصبية الحلوة؟ هادي سالي ماما سلمع أنتي أم نضال بنت عم البابا مرحبا أنتي ما شاء الله ما شاء الله معقول هاي سالي شو كبرانة صاير عروس شفتي الولاد بكبروا بسرعة سالي روحي أنتي وأخوك يجيبوا علبة لبن يلا وتشوفي نضال حبيبي شيخ الشباب وبشتغل مع أبو بالمصلحة كبر وصار عريس خلص خلص إحنا جايين عندكم يوم الخميس الجاي زمان ما زرناكم وشوفنا ابن عمي حبيبي وراح نجيب معنا نضال أكيد سلام سلام شو؟ وطي صوتك بلاش تسمع سالي شو بتحكيها هي الست؟ مجنونة؟ بعرف بعرف بس أنا بقولك شو صار شو ما لهم الناس؟ البنت لازم تخلص دراستها وتصير قادرة تعتمد على حالها وواثقة من قراراتها قبل ما تفكر تتزوج وتربعيلي طب طول بالك أكيد أنا معك هذا المنضوع ما فيه نقاش بس أنا ما بقدر أقولها ما تيجوا تزرونها يعني بتعرف قريبك بلاش يزعلوا منها اسمعي تحكي معها وبتقولي لها أنه ما عنا بنات لجيزة بيحبوا ييجي يزورونا زيارة عادية أهلا وسهلا غير هيك ما عنا ما لها الناس؟ خلاص رح أعتذر منها وأصلا أنا نسيت أنه عنا عرس إنصاف بنت ليلة يوم الخميس هاي كمان قصة مش قادر أستوعبها الله يعين البنات على هي القرارات طب بس أنت فهميني صار إشي على العرس إنصاف؟ لا 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 بنتي سوها ما لها سوها صار لها فترة عندها مضاعفات بالحمل ومبارح عجت عنا على البيت وراحت يا حبيبتي ما تروح من بين إيدينا طلمتها ألف سلامة مش بس هيك عيشتها مرار طلع جوزها بضربها وما نهى تزورنا وإحنا بنقول البنت مالها بطلة تطل علينا وشو؟ رجع بكلمته ضايل عليها سنة بالمدرسة ما نهى تكمل دراستها ويا يا عيني مش عارف كيف تتصرف يا علي أنا يا حبيبتي شو هالخبرية هاي؟ شايفي شايفي يا أم سند شايفي شو صار فينا؟ طلع معاك يا حق البنات لسه صغارة عزيجة بس هاد اللي تربينا عليه وهاد اللي بنعرفه حبيبتي ليلى مش كل شي تعودنا عليه هو الأحسن لولادنا مرات خوفنا عبناتنا وظروفنا بتخيل نأخذ قرارات صعبة لكن لازم ننتبه شو تأثير هالقرار على حياتهم ممكن هالقرار ما يكون لصالحهم كل مرات بنغلط بس هلا عندك فرصة ما تكرر الغلط وتأخذ القرار الصح حتى لو كان صعب يلا يا جماعة حضروا حالكم جاي عنا ضيوف أم سند مش انت لغيت زيارة أم نظال؟ لغيتها هدولة ليلة وجوزها والبنات جايين يزورونا قرروا انه انصاف بعدها صغيرة ولغوا عرسها هذا أحلى خبر أيوة سالي هاي انصاف جاي تلعب معك حنجات؟ اشتقتلها كتير إذا بدكم تعرفوا أكثر عن الزواج المبكر وتأثيره على العائلة اكبسوا هون وما تنسوا تشاركوا الفيديو وتعملوا لنا سبسكرايب اشتركوا في القناة